بسيئة خير ان شاء الله النهاردة نتكلم على تحليل الارتقال عايزين نعرف هو أسلوب إحصائي بيدرس العلاقة بين متغيرين عشان نعرف في بينهم علاقة ولا لا ومدى قوة واتجاه هذه العلاقة عايزة أعرف يعني إيه قوة واتجاه العلاقة قوة العلاقة هل هي علاقة قوية هل هي علاقة ضعيفة هل هي علاقة متوسطة ولا لا علاقة قوية لما تب 75% معامل الارتباط يطلع مع 75% فما فوق ضعيفة لو أقل من 50% لو بين 50% و 74% بنقول عليها علاقة متوسطة عايزين نشوف الثانية اتجاه العلاقة كلمة اتجاه العلاقة عشان نعرف ان العلاقة دي ترضية ولا عكسية عشان نعرف العلاقة دي ترضية ولا عكسية اتجاه العلاقة ان انا اعرف بقوة واتجاه العلاقة قوة العلاقة يعني هل العلاقة قوية ولا متوسطة ولا ضعيفة اتجاه العلاقة معناها طردية ولا عكسية اعرف ازاي الكلام ده عن طريق احسب حاجة اسمها معامل الارتباط correlation coefficient في عندي الارتباط بين المتغيرات الترتيبية يعني يعني ممكن اجيب لك قيم بس القيم دي قيم وصفية يعني ايه وصفية يعني مش احقام اجي اقول لك تأديرات المواد ضعيف جاي جدا امتياز مقبول دي اسمها قيم وصفية اواجب لك قيم ترتيبية الارقام مترتبة جاهزة في هزي الحالة بستخدم حاجة اسمها اعمل ارتباط اسبرمن للرطب يبقى معامل ارتباط الرطب لسبرمن ده بيستخدم اول حاجة اذا كانت القيم قيم وصفية نمر اثنين اذا كانت القيم قيم ترتيبية ثلاثة ممكن يجب لي قيم رقمية عادية كمية ارقام خمسة ستة عشب لكن يطلب صراحة معامل ارتباط الرطب السبرمن هلا نجيب معامل ارتباط الرطب القانون معامل ارتباط الرطب السبرمن معامل 1-6 مج فيه تربيع على نون في نون تربيع رقص وسط هنعرف اول مثال ادي مديك خلتين اس وداب واحد يقول لي ايه تنميدي قيم كمية ارقام ماش مديك ارقام بس هنا طلب ايه اوجد معامل الرطب السبرمن طالما طلب معامل ارتباط الرطب السبرمن يبقى لازم اجيبه غزم العين في الحالة دي عشان اطبق القانون ده لازم اعد الجدوى لده هتلاقي فيه روتابسين وروتابسا انا اديك روتابسين وروتابسا اتا على طول هتجيب فيه وتجيب فيه تربيع بس اول ريك اطبق بقى القانون 1-6 مجي فيه تربيع اللي هي 24 على نون فيه تربيع مقصوح تفلع 62 مية اول حاجة معامل اشتبط طيب اطلع موج اطلب العلاقة هتكتب ايزان العلاقة تربيع 62 في المية بنقول عليها العلاقة متوسطة لان 350 في المية الى 74 في المية بنقول عليها العلاقة المثال الثالث يوضح الجدول الآياتي توزيع مجموعة من الكتب حسب سعر الكتاب سين ومعدل اعراض سنقبص بديك سعر الكتاب سعر هنا 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 ميموعة ألقاب هنا دي بنقول عليها قيم وصفية وهنا ما قالك معامل اشتباط الروتا بلسبرمن انت الوحدة رضبنا عننا فهدي معامل اشتباط الروتا بلسبرمن مزد وستخدم في 3 حجر لو ادى قيم وصفية قيم وصفية عد بك او قيم ترتيبية زي المسألة اللي أو قيم كمية أو رقمية ويطلب صراحة معامل ارتباط الروتان الاسبال الديكسين والصادة هكذا برضو هترتب هتقول لي هرتب ازاي هترتب برضو من الصغائيين الكبير اقل حاجة هنا ايه؟ منخفض بص على سين منخفض بدا ترتيبه الاول بعد منخفض يبقى ايه؟ متوسط ترتيبه التاني بعد المتوسط في ايه؟ مرتافع انا عندي كم مرتافع ودخل في خالد سين في ايه اثنين مرتافع انت اخر ترتيب نستخدمه اثنين من جبه المفروض المرتافع تب تلاتة والمتالفع تب اربعة ثلاثة.... أزايzos بهاكل اربعة على اثنين تجيب المتوسط البتاح يتطلع ثلاثة ونص لشان شده اجدان المرتافع دي يضع ثلاثة ونص جبه ثلاثة ونص دي جت من ايه؟ لأن هناك واحدة تركيبها ثلاثة وثانية تركيبها اربعة جبت المتوصل بطلح آخر شيء متفع جدا ستبقى خمسة لأنه انت تصدب في ثلاثة واربعة جبتها خمسة نرى صادر ننخفض هذا نمر واحد بعد المنخفض في متوسط عندي كم متوسط ؟ اثنين يبقى هذا المقروض هو تركيبه الثاني والمتوسط الثاني تركيبه الثالث مجرد مثل مرتد ح 한다 ثلاثة على ثانية تركيبها ثلاثة получится 2 ونوص تم كثير بثانية وتركيبها ثلاثة ثلاثة ينبتها ثلاثة 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 تركيب الأربعة روتابسيل نقص روتاب سبج Trustee F ف معناها روتابسيل تركيبه قديقته ف قاسة قائما أ approح عليها ثلاثة أربعة ومثرة قائما أروحي بالتركيب طبق القانون 1-60が added F من تربيع مع أسواح 775 من أسواح معامل الارتباط على أي موجب يتبقى لقاء تربيع 77% طالما أكثر من 75% والتي لقاء 75% من أخوة العلاقة